احنا عشر موسم بتاعنا بيطول لحد خمستاشر تمانية. طبعا. فبننسى ان الناس دلوقتي بيتبيع وتشتري. يعني احنا احنا بنتكلم كده. طبعا. ناس عمالات بيعة وتشتري. طبعا. فلو الاهلي مثلا حاب يدور على ليفت باك اجنبي زي الايسر اجنبي ولا مدافع اجنبي. لازم يخلصوا دلوقتي. لان عنده عورت تاني. لابنش هيستناك لما تخلص في تمانية. لازم تخلصوا دلوقتي. واشكرك جدا على دي لان انا كانت فيه ثلاثة نقطة اثبتهم قبل ما نتكلم. اه. رقم واحد احنا بش بنتكلم على الصفقات تمت ولا ما تمتش. رقم اتنين هنقول نص دقيقة قبل اي شرح فني للعيبة. الموقف كما نمى الى امنا. يعني حتى هدي اللحظة. ميش. تلاتة احنا بنتكلم على صفقات بتتم صفقات محتملة. ما بقولش اللعيب اكس ده. اي لعيب هنقول اسمه. جاي? جي? خلص? ما خلص? عشان نقفلها. اهلي لم ينهي رسميا. يعني مصري ولا اجنبي. شو بس نقفل القصة دي. هلو. فبنتكلم على اللي جاي في الحلقة كله. بنتكلم على صفقات محتملة. يلا. تعال الروح. تعال الروح ليه خط الدفاع. ميش. خط الدفاع. عايز الناس ايه? تربط الاحزمة. يلا. على اللعيب اللي جاي ده تحديد. ميش. فربط الاحزمة على زين الدين بالعيد. زين الدين بالعيد. لعيب عنده لعيب جزائري. بيلعب في اتحاد العاصمة. نادي كبير جدا. نادي نتفرج عليه. ميش. الناس دايما. ليه قلت له كربط الاحزمة. الناس دايما. عارف انهم بيحب محمد عبد الملعم جدا. مم. وبيثقوا في قدراته. لكن دايما الجمهور ده ليه حط يده على قلبه. بسبب ثقة محمد عبد الملعم في امكانياته. مم. تعال اوريك نفس النموذج. التوقع. الملتصق بتاع محمد عبد الملعم. الفرق الوحيد ده بيلعب شوية نحي تلمين. وده بيلعب اكتر نحي تلمين. رغم ان دي يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. طبعا هو بيلعب زين الدين بالعيد. بيلعب في الاتنين بوزيشن يا كريم. بيلعب في قلب اتفع على ناحية اليمين. وبيلعب في قلب اتفع على ناحية الشمال. لكن اكتر شوية بيميل انه بيلعب ناحية ترامي ربيعة. المكان الرايت سنتر باك. يلا. نبتري الحالات بتاعته على طول. وإحنا قلنا. اول حاجة غمض عنيك. وتخيل. هوفت عينه في العين تخيل انه انت بتتفرج على محمد عبد مينم بتريد نعرض اول حاجة هنفرج عليها الراجل عنده ثقة كبيرة جدا في الخروج من المواقف يا كريم ماشي ماشي عنده ثقة كبيرة جدا في الخروج من المواقف يا كريم ما عندهش اي مشكلة خالص خالص انه يكنترول الكرة تحت رجله ويرقص اللعيب وهو واقف على الخط ما عندهش اي مشكلة ابدا ابدا عنده ثقة كبيرة جدا في امكانياته كلعيب عنده ثقة كبيرة جدا في تيرناتو وده مهمة جدا معظم اللعبات طوال وده لعيب طويل هو أطول محمد عبد منعم هو 188 سنتي فهو أطول محمد عبد منعم إنه لعيب عنده المرونة دي صعبة تلاقيه في لعيب طويل هو لعيب عنده ثقة كبيرة جدا 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 في مهاراته في قدراته في حركات الوسط لأن حركة الوسط هي اللي بتديك مرونة بأي حال من الأحوال إن انت طول الوقت عندك القدرات دي وقدر بتستخدمها من غير ما ايه ده ده فيه ثلاثة حواليه عمالي لا لا ما عندهش مشكلة في وسط في وسط ثلاثة في وسط أربعة في وسط خمسة أنا قلت لك اعمل حسابك كأنك كأنك بتتفرج على محمد عبد منعم ما عندهش مشكلة وحط كرة تحت رجل وروح بيها عشرين متر وثلاثين متر ما عندهش أي مشكلة بعد شوية بس وقفين ارجع 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 تاني معلش ارجع ارجع احنا قلنا أقول حاجة ايه قدره على إنه هو يحتفظ بالكرة ويطلع تحت الضخط حاطة بحمد عبد منعم في الخلفية الكرات الطولية الدقيقة من ضمن موزاة بحمد عبد منعم من رجل كرته حلوة بيعرف يطلع بالكرة بشكل جيد بيعرف يحطه كرات طولية دقيقة في الأماكن اللي تعمل خطورة يلا يلا حتى لو كان تحت الضخط بص ادي واحد هتلاقيه دايما شايف المساحة وشايف الحركة بتاعة المهاجم اللي قدامه عشان يحطها له دايما كراته الطولية دقيقة بص دي باص واحد من الخط الخلفي فهو آخر العيد في الملعبة كريم بيودي الرجل انفراد اللي بعده نفس القصة هتلاقيه مودي الرجل ماشي 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 هتلاقيه دايما شايف في المساحة سواء على الأظهرة وراء الطرفين أو حتى في العالم كراته دقيقة جدا فانا بتكلم على راجل عنده قدرات مهارية ممتازة عنده قدرة نوزيد ويعمل عملية الزيادة يخرج بكرة تحت الضخط رقم 3 الكرات الطولية الدقيقة جدا اللي بيعملها زين الدين بالعيد واستخدامه دايما القدمين في عمل الكرات الطولية لا ارجع تاني ارجع تاني رقم 3 لما اجي اتكلم على راس حربة عفوا مدافع بقول انه توقع محمل عب منا يبقى تعالى نروح للكرات السابتة ولكرات الرأسية والحركة على القريبة والبعيد يلا روح للبعد روح للبعده على طول هاتل البعدي ايو بص علي معلول كروس زين الدين بالعيد حمال عب منا الحمال عب منا اللي بعد اللي بعده على طول نفس نفس القصة الراجل قدراته الدفاعية سواء في الرأسيات في الرأسيات عموما دفاعا او هجوما يا كريم لعيب قوي جدا التاكوف ما عليش يرجع اللي فاتت دي ارجع اللي فاتت على طول بص التاكوف الراجل الراجل فين يا كريم بص الراجل سيبك منه ان هو طلع لعبها بدماغهم غير ما يعمل مخالفة ودي قوة ورشاقة مش لازم يكون اللي عيد طويل في لعبها طويلة بتدخل تنطح لأ كمل كامل كمل اللي بعد واللي بعد الكرة اللي بعدها اللي اللي لابس فيها أبيض اللي كانت مع المتخبة بالجزاة المحلي بصها كريم ووقف اول ما يعمل التاكوف بص بص الراجل فين يا كريم الراجل تحت ده ناطط على فكرة الراجل الفرود اللي معادها ناطط هو الراجل عامل التاكوف رجليه واصلى عند وسط الراجل الناطة دي بينقطها بس ali بتحاول هو بيحاول لك الجم SP انت عارف انا رهنتي بديه على ايه? الجامب الجاهزية الرشاقة. لان العيب طويل 188 سنتي ان يكون رشيغ ده صعب جدا الكريم. صعب جدا ان انت تتلاقي العيد ده. بص في الكرات الرأسية. دايما. من على القريبة جول. فهي ما كانت شوالدة الصدفة اللي احنا اجبناها من شوية دي ما كانت شوالدة الصدفة كريم. اللي بعد. كامل كامل كامل. بص. ده استخدام برضو الكرات الرأسية والتايمينج في الحالة الدفاعية. رجل طلعه ولعل جنب. ارجع اللي فاتت. ارجع اللي فاتت. هو شايف يا كريم شايف مكانو عنده وعي واحساس بالمكان. بص هنا مديه الواحد. طب بص اللي بعدها برضو مديه الواحد. صعب جدا. znaj. لان هو عنده احساس بالمكان وعنده احساس بزميله. لان ده مهم جدا في اي لاعب بيلعب حاط Mobov. عنده عنده الأشاقة. لان اه الكره اللي فاته يديه مليون ف المية. معاك مليون ف المية الكرة يفاته دي كريم غير ما يعمل مخالفة. وده مهم جدا لانه عايز لعيب طويل عايز لعيب طول الوقت مركز. بص اللي بعده. الكرة دي في نفس المباراة اللي جات من شوال اللي اتكلمنا فيها على التيكوف. اللي بعده? كمان. كمان. روح للروح اللي بعديها على طول. بصة كريم. طول الوقت. فيه تلات مدافعين. هو طول الوقت حاطط الخطوع مركز. هو قوقف فين عشان يطلع يعمل التيكوف وياخد الكرة الرئاسية سواء كرة رقصية في الحالة الدفاعية أو في الحالة الجميلة. اللي بعده. في نفس المباراة. نفس المباراة اللي كانت فيه مع متخب الجزاétat. نفس القصص والتاكلنج هو لعيب قوي جدا حتى بدا. معظم اللاعب الحرفة يا كريم تلاقيهم معليه اشوق فينا سويني. معظم اللاعب الحرفة تلاقيه دايما صفت شوية في تدخولاته. لا هو لعيب قوي جدا شارس جدا في التدخولات وفي نفس اللوقت عنده كرة على الارض. روح للبعد. روح للبعد. نفس القصة اللي احنا نتكلم عليها من شوية الراجل ما بيباعش نفسه. ما بيباعش نفسه ابدا يا كريم. عنده من المرونة ومن الرشاقة انه يقدر يعمل ده طول الوقت. لعيب مركز او يا كريم معظم معظم ما تلاقي معظم الكرارات اللي بعملها دي ديها سبعين وديها تمانين وديها تسعين. هو خلي بالك. هو في ميزة انه جاي بيلعب في فريق كبير. فالفريق كبير يا كريم ما بيقاش مضغوط طول الوقت. عشان كده ده مناسب للنادي الاهلي جدا. ان فريق كبير ده بيروح عليه كورتين تلاتة في المباراة. لازم المدافع يكون مركز جدا جدا. علشان لو غير في واحدة هو شال المطش كله. لان هو مجاش عليه حاجة طول طول المباراة. اللي بعده. اللي بعده. كل ده تلاقي نجحة مركز على الكورة. لعيب التدخلات والالتحامات. لكنه نفس نفس القصة كنت نحكيها في البداية. بصة كريم. ارجع تانية ارجع. ارجع اللي فاتت. ارجع اللي فاتت. ارجع اللي فاتت. بصة كريم. لا قبلها. القبلها اللي بيرقص فيها على خط 18. بصة كريم. الكرة دي اللي احنا جبناها من شوية بص. هو الراجل ضغط عليه. ما عندهش مشكلة خالص انه يعدي منتها البساطة تحت الضغط. حطه كرة سليمة. سواء شورت باس او لونج باس. اخيرا اه زين الدين بالعيد. مهاجم. مواصفات كبيرة. مدافع بمواصفات كبيرة جدا 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 جدا. يا لقب النادي الاهلي بالنسبالي. انا شرحت للناس اظن انا قلت جملة. الناس بعد ما انا خلص اقول ليه معاك حق. مه. انه هو كابي بيست محمد عبد المنعم. سواء بقى محمد عبد المنعم. وكمل مع النادي الاهلي. فبع عندك خط دفاع حديدي. من كل شيء. خط دفاع هجومي. يساعدك. يساعد المدرب. يساعدك في الحالات الدفاعية. في التكوف. في الالتحامات. في القدرات الدفاعية. حتى لو مشي على اللي يبقى عندك لعيب. بس انا انا مش معا. حتى في الدفاع. يعني دي دايما بتقل في القاتل الوجومي. بس حتى في الدفاع ما بحبش الاتنين يبقى بروفايل واحد. مليون في المنعم. يعني حتى في العالم كله كده. في واحد اللي هو بيطلع بالكورة كويس. في واحد الاجريسيب جدا القوي جدا. الا. بس في نقطة انا قطع لك في زين الدين بلاي. اه. قطع لك هو لعيب زكي. ولعيب كورة. لكنه شارس جدا. كل الالتحامات هتلاقي التحامات الهوائية والالتحامات السونائية. اكتر مش احسن او اوحش. اكتر شوية محمد عب منان. فهو لا يقدر يعمل للدور ده ممتلكة فقا. بس لو انا جالي بفريق. لعيب يقدر يعمل للاتنين. يبقى ممتلكة طبق. يا ريت. يا ريت يبقى عندي خمسة من ده. طيب.